والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم آخر الأنباء الاقتصادية في هذه المقصة أخبار المال والأعمال والجلوة الاقتصادية وصارة نجيب إليك صارة شكراً لكم يوسف وليلى مشاهدين هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة أهلاً بكم أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 72 مليون دولار ليبلغ مستوى 35 مليار و 173 مليون دولار مقابل 35 مليار و 101 مليون دولار في أكتوبر الماضي أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة أن المشاركة المصرية في قمة المناخ كوب 28 بدولة الإمارات يعد امتداداً لتعاون المشترك بين الجانبين وهو الأمر الذي تدعمه القيادة السياسية للدولتين كما يعد استكمالاً لما صار نحو إزالة الكربون الذي انتلق خلال استضافة مصر للنسخة السابقة من قمة المناخ كوب 27 في مدينة شارم الشيخ جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من رئيس مؤتمر الأطراف المعنية بتغيرات المناخ كوب 28 سلطان جابر ووزير الطاقة الإماراتي والمبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ ورئيس الوكالة الدولية للطاقة والوزير الاتحادية للطاقة لمملكة بلجيكا حيث تم بحث جهود خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتسريع جهود إزالة الكربون في إطار المشاركة في قمة المناخ كوب 28 بدولة الإمارات عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة جلسة مباحثاته مع مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لطاقة الحفورية وإدارة الكربون براد ترابتري ومساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للعلاقات الدولية أندرو لايت جاء حيث أكد الجانبان عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مجال الطاقة كما عقد وزير البترول جلسة مباحثات مع وزير البيئة والعمل المناخي بأستراليا الغربية أكبر ولايات أستراليا ريس ويتبي حيث تناول لقاء تعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين في ضوء ما تتمتع به الشركات الأسترالية من خبرات وتجارب متميزة في هذا المجال وما تقوم به مصر من خطوات فاعلة لإصلاح وزيادة استثمارات قطاع التعدين أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية أهمية الشراكة مع مصر في تنفيذ مشروعات محوري الطاق محوري التقا والغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات القدراء برنامج نوفي وذلك خلال مشاركة المؤسستين الدوليتين في مؤتمر المناخ كوب 28 وانتجت المؤسستان في المين تبرزان الشراكة والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية الأخرى وكذلك شركاء التنمية على مدار عام منذ إطلاق برنامج نوفي قبيل مؤتمر المناخ على مستوى التأهيل الفني للمشروعات وإعداد دراسات الجدوى وحجد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكرة للتحول من التعهدات إلى التنفيذ ودفع التحول الأخضر في مصر وتنفيذ أولويات الدولة ومساهماتها المحددة وطنيا والاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخية 2050 في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بسبب تراجع الطلب والطباط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والصين هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بما يعادل نحو 1.1% لتوصل إلى 75 دولاراً وستين للبرميل كما ترجع خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي 1.8% ليصل إلى 75 دولاراً وستاً واحداً وارتفعت كذلك أسعار المزوت عالمياً بنسبة 98 من 100% لتصل إلى دولارين وستة سنتات للتر في المقابل ترجعت أسعار الغاز الطبيعية بنسبة 51 من 100% لتسجل دولارين وخمسة وخمسين سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي أكثر من مليار دولار لتسجل 34 ملياراً و780 مليون دولار في الأسبوع الماضي بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ ميرس من عام 2020 في الأسبوع السابق ومنذ أوائل يونيو بعد الانتخابات الرئاسية مباشرةً بدأت الاحتياطيات في التعافي بعد أن انخفضت حينها إلى قيمة سالبة قدرها خمسة مليارات وسبعمائة مليون دولار وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002 وبلغ سعر الصرف للعملة المحلية 28.8 ليرة للدولار نهاية جولتنا الاقتصادية والآن عودة من جديد إلى ليلى ويوسف إليكم شكراً لك سارة